ماذا تفعل اسمينتا السعودي والله هذا بعيد عن سكف القناة حقت ما قبل كورونا شوفوا جاية مع ايش جاية مع النسبة الدهابية عند 92 ريال طيب لين واقف اسمينتا السعودي قبل فترة وزع أرباح آه شوفوا ايش اللي موقفوا متوسط الميتين يوم على الشهر ما اخترقوا ومتوسط الميتة على الشهر ما اخترقوا وتمانية وتلاتين فيبو من الموجة الكبرى ما اخترقها وهذا الفيلم كله كم بيننا وبينه عشان نخلص منه كله عشرة بالمية عند السبعين ستين اليوم السهم يقفل تلاتة وستين ستين واقف فوق ايش واقف فوق دعم رئيسي دعم كم شهر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ونحن في الشهر السابع من بداية العام اقتحم اسمينتا السعودي اللي هي منطقة الاثنين وستين ريال في خط عرضي هنا يا شباب عندي اتنين وستين وربع بالزبط هو كان احد القيعان اللي وقف عندها في عام الفين وخمستاشر مضاربيا هنا قام بعدين كان منطقة يبغي يرجع منها قام كسرها بقوة وطاح بعدين سبحان الله اتبنت هنا على اساس انها خط عرضي وشوفوا الان شوفوا الان لما جا في يوم من الايام تخطى الخطة العرضي دا وصلوا قريبا تمانين بعدين طاح دافع عنه فترة شوفوا لما كسروا فين وداه في كورونا بعد ما ازمة كورونا رجعوا فوق الخطة العرضي دا اللي هو كم اتنين وستين وهذا اهم دعم فين لي اسمي انت السعود طيب لو جاء واحد قل لي يا ابو محمود طيب كسروا لك التنين وستين خلال شهر سبع طيب نقول له هل في اغلاق شهري قال لا الشهر ما خلص نقول له كسر مضاربي الدعم الاستراتيجي على الشهر الاهم والاقوى بصراحة اذا تبغى الكلام السنة هو متوسط الخمسين مع الثلاثة وعشرين فين فاحتمال كبير المجري مش يسوي اطردكم من السهم بكسر اتنين وستين ويروح عند السبع وخمسين ريال ويجي اخر الشهر مقفل فوق اتنين وستين وكل سنة وانت طيب واحتمال الطلع اللي بعدها اخترك السبعين تمانين اتنين وتسعين اسمنت ما هو لعب هذا اسمنت السعودي تاريخه من السمال ما يقع سهم عادي ده هذا سهم متعوب عليه طيب ما شاء الله يا ابو محمود مرة متفائل انت ان يروح اسمنت السعودي 92 أنا بقول لكم هذا سكف القناة هادي قناته هادي ابعادها فوق والسهم في اكتجاه صائد فرعي عرضي ماشي أنا عارف انه السبعين ريال هي الشرارة الاغلاق الشهري فوق السبعين هو اللي حيكشف التنين وتسعين ليش متوسط المية وتمانية وتلاتين فيبو ازيدكم من الشعر بيت لو جينا سحبنا تريند هابط في اسمنت السعودي عشان تنتبهوا من بدري لسمنت السعودي كيف يبدأ الشمن كحلي ونبدأ نتفاعل بهذا السيناريو ويكون قلبنا جامد في اختراق السبعين ايش لازم يخترق خلال شهر سبع خطة تريند من قمة 2014 مرورا بقمة 2019 هذا لو هذا لو اقتحمها الاسمنت السعودي الطار طيب يا ابو محمود الحقنة فين هذه المنطقة هذه المنطقة يا اخوان عند مستويات يعني خلينا نمشي على النظرية سبع وستين سبع وستين بيننا وبيننا اع ثلاثة ريال ومس ونقفل فوقها حتقول لي طيب باقي الميتين اقول لك حتخترق والمية حتخترق يا ابو يا ابو يا هالة تريند هابط هالة تريند هابط بيقول لي الموجة مع السلامة خلاص طبعا السبعين احنا نعتبرها من باب التأكيد فتخيل انت لما تكون معد السبعين في المستقبل ايش يكون سار عندك يا رجال نعطيات فنية من عيار ثقيل بالله هذا الاختراك ما يخليك تحلم ب 92 بالراحة ناهيكم ان لو جينا وكتا رسمنا وتد داخل القنادية من القاحة الكورونا الى منطقة التريند المخترق وجينا سحبنا وجاء خلينا نرسم لو جينا سحبنا وتد من هنا الهين يا رجال يا رجال يا رجال بالراحة بالراحة هذا اذا ما كمان هدف الوتد وداكم فوق السكف لكن احنا هنمشي مرحلة مرحلة شغل متكتك خلاص يا شباب نقول الان للمضاربين دعمكم عندي 62 وربع ما دمتم فوقها اموركم طيبة راقبوا مع الايام اقتحام 67 68 التريند مع متوسط الميتين وهذه من اهم المقاومات الشهرية زائد 70 60 عشان يتحقق السيناريو الحلو ده لكن لو كسر 62 ايش نسوي نطلع لا لا تطلع اذا عندك كاشي احتياط يقوله لو كانك رجال تعال تعال 58 57 شي الماركت تعدل لانه هنا دعم شهري من عيار ثقيل هذه المنطقة يا اخوان تعتبر امكن اخر فرصة قد يجدوها ملاك الاسمنتة السعودي للشراء والتجميع استعدادا للمستقبل في حال اختراق السبعين ريال نسأل الله التوفيق للجميع ما زال المستقبل قوي للاسمنتات خلال عام 2021 ننتقل الان الى ترجمة نانسي قنقر